الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعينينا الكرام أهل وسلم بيكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيها أكيد عن ناني الأهل هنرد فيها ضد الأكذيب والشعاعات لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بها في فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب فالله مصالح وسلم وزيده وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول حاجة عايزة أتكلم فيها فكرة الرعاة خدعوك فقالوا دائما جمهور الزمالك يقودهم خالد الغندور بقالهم أكتر من عشرين سنة دائما بيتشدقوا أن الفارق ما بين الأهل والزمالك في البطولات والإنجازات هو سببه أن وكالة الأهرام للإعلان وكابتن حسن حمدي هو اللي خد الرعاية للنادي الأهلي وكان بيدنادي الأهلي أكتر من نادي الزمالك وأضعاف الأرقام اللي بياخدها نادي الزمالك عشان كده يا ولداه الزمالك كان ما بياخدش بطولات عايزة أقول أن العلاقة انتهت ما بين الأهلي ووكالة الأهرام بقالنا تقريباً 8 سنين مفيش وكالة أهرام بترعى النادي الأهلي ومنذ انفصال وكالة الأهرام عن النادي الأهلي لأتعاقد مع شركة بريزنتيشن ثم صلة السعودية واللي دفعت أرقام أكتر من بريزنتيشن للنادي الأهلي ثم بعد ذلك بريزنتيشن خدت رعاية النادي الأهلي ثم الآن الأهلي يسوق عن طريق مسوق حصري الرعاة الحد النهاردة اللي جوم للنادي الأهلي مفهومش راعي مصري خلي بالك عشان الناس اللي هتطلع تكذب وتعيش جمهورها في جو المؤامرات أصل الدولة بتساند الأهلي أصل الأهلي نادي الدولة أصل فلوس الدولة رايحة على الأهلي نهاردة النادي الأهلي عنده أربع رعاة موجودين على تشيرت النادي الأهلي مفهومش ولا واحد من مصر تعال نمسكهم واحد واحد اتصالات مصر دي فرع من اتصالات الإمارات الشركة الأم الشركة الأم بتاعتها في الإمارات بنك أبو ظبي الأول مصر أيضا هو بنك إماراتي شركة جي أل سي للدهانات هي شركة لبنانية ملكها لبناني النهاردة الراعي الرابع شركة المراسم للتطوير العمراني هي شركة مالكها من المملكة العربية السعودية المهندس خالد بن لادن إذن مفيش حاجة اسمها الدولة بتدعم الأهلي والدولة فلوسها رايحة على الأهلي كل الأكاذيب والمغالطات اللي كان بيروج ليها البعض كذبا وزورا وبهتانا النهاردة العينة بينها بص مين اللي بيرعى النادي الأهلي بأرقام عاملة ازاي وبص مين بيرعى النادي المنافس بأرقام عاملة ازاي أعيز أقولك أن الراعي بتاع النهاردة بعيدا عن الراعي الرسمي الراعي بتاع النهاردة هيرعى النادي الأهلي مقابل 400 مليون جنيه في 4 سنين يعني السنة بـ 100 مليون النادي المنافس الشركة اللي راحت راعته هي شركة مصرية شركة ايه مصرية بكام بـ 200 مليون في 4 سنين يعني كام في السنة 50 مليون يعني الراعي اللي هيتحط على كتف الأهلي اللي هو المراسم قد الراعي الرئيسي بتاع النادي الزمالك مرتين مرتين ده غير باقي الرعاء يعني ممكن رعاية الأهلي تبقى قد رعاية الزمالك 5-6 أضعاف ويطلع واحد بعد كده يتشدك كاذبا وزورا وتدليسا يقولك لك الله يا زمالك الأهلي نادي الدولة والأهلي هو اللي مخلص على فلوس الدولة نهاردة عايزة أقول أن ربطة الأنبياء المحترفة فيها رجالة فيها رجالة عكس ناس تانية بتنم على بطنها زي ما قال رئيس نادي الزمالك قال لك دول ناس بتنام على وشها ومكفية على وشها وعايز فيهم راجل يطلع لي وانا لطاش له نادي بيراميدز طلع اعترض ونزل بيان طويل عريض مفيش ساعة ونزل الرابطة أو نزلت الرابطة واحمد دياب بيان رد على كل الأكاذيب والحجج الباطلة لنادي بيراميدز في البيان بتاعه مش بس كده لا نهاردة الرابطة عن طريق الحج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في رابطة الاندية المصرية قال لك بيراميدز هتلعب العصر غصبا عنك هتلعب العصر ليه بيه وانا مزاي الأهل والزمالك آه انت مزاي الأهل والزمالك مين انت عشان تساوي راسك براس الأهل والزمالك قال لك لما يبقى عندي مطشين الأهل هيلعب في نفس اليوم وبيراميدز هيلعب في نفس اليوم أنا هحط الأهل بالليل وبيراميدز يتحط العصر ليه يا حج عامر هل عشان النادي الأهلي هو نادي الدولة هل عشان الأهلي هو ننوس عين الدولة لا قال لك الأهلي أو الزمالك هلعبوا بالليل وبيراميدز يلعب العصر طب ليه قال لك عشان دي أمور تسويقية أن النهاردة مطش بالليل أهلي وزمالك مينفعش عماله الظهر الناس هتسيب أشغالها وهتسيب مدارسها وهتسيب تعليمها وهتسيب المصارع العكومية عشان تتفرج على المطش الزال التسويق والرعاة والكلام ده كله هيتأثر عشان كده لازم المطشات بتاعة أكبر فرقين من حيث الشعبية والجمهارية تلعبوا بالليل لو أنا عندي مثلا مطش بيراميدز ومطش مثلا الاتحاد السكنداري قال لك الاتحاد السكنداري يلعب بالليل أن الاتحاد السكنداري عنده شعبية عكس نادي بيراميدز أعتقد رد وافي ورد مقنع من الحج عامر حسين ويخرس كل الألسنة أنا لو عندي في الاتحاد دكرة ورجالة زي أحمد دياب كانش حد طلع قال لهم مفكوش راكل كانش حد قال لهم أنتوا نايمين على أبطنكم أو نايمين على وشوشكم نهاردة لجنة الحكام الرئيسية بتعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبراميدز اللي كان بيشتكي من التحكيم وسبحانك يا رب بيراميدز ما بيطلبش حكام أجانب إلا في مطشاط النادي الأهلي بيراميدز المطشاط اللي بتظلم فيها تحكيميا وهي مطش الزمالك على الدوام محدش بيسمع صوت لأي مسؤول في بيراميدز يطلع يصرخ يطلع يتكلم يطلع يعترض محدش بيقدر ينطلع وكأن هناك علاقة ترضية علاقة وطيدة ما بين الناديين نحن عادي جدا نتظلم عشان خاطر نادي الزمالك بكرة محمود البنة واحد من أفضل الحكام المصريين على الإطلاق وكل ثقة أن محمود البنة هيكون نجم المباراة لكن الخوف كله من تقنية الفار قلت لك قبل كده وهفضل أقولها أنا ما بخافش من حكم المباراة حتى لو حكم المباراة فاسد حتى لو حكم الساحة فاجر الخوف كله من بتاع تقنية الفار لأن لو حكم الساحة فاجر وفاسد وفي كل العبر حكم الفار لو محترم هيجيب أي لقطة وأي سقطة وأي شردة أي وردة هيكسفه ويحرجه قدام الكل لكن لو العكس صحيح كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير محمد سلام ميدو هو مش حكم فاسد لكنه حكم على قده إمكانياته ضعيفة جدا فنياته تحت الصفر كلكم فاكرين مش ناسيين ماتش الأهلي والبنك الأهلي الهدف اللي اتحسب للنادي الأهلي وبعدين تم إلغاءه بسبب محمد سلام ميدو محمد سلام ميدو اللي لغى هدف برضه السنة قبل اللي فاتت لأيمن أشرف وسبحان الله برضه كان في البنك الأهلي على فكرة في حاجة غريبة في الكرة المصرية ولحظوها وقولولي رأيكم هتلاقي في حكام كده بتيجي دايما في ماتشاط معينة على طول يعني هتلاقي محمد سلام ميدو ده بيجي ماتشاط كتير لنادي البنك هتلاقي فرحان بيجي ماتشاط كتير لنادي فيوتشر هتلاقي مصطفى متحد بيجي ماتشاط كتير للمقولين العرب انا لا اتهم احد ولكن هي ملحوظة حاجة غريبة ومريبة عايز اقولك ان ماتش بيرامتز بكرة الزمالك يعاني الزمالك يقاصي غيابات كتيرة جدا ومع هذا حابب اقولك ان الزمالك هيكسب مرتاح تاني تاني وركز فيها بكرة الزمالك عنده كمية غيابات لا حصرة لها لا حصرة لها ومع هذا لو الزمالك هيلعب بكرة بمدارس الكورة في الزمالك او فريق 7-8 سنين في الزمالك هيكسبوا بيرامتز بكرة ازاي ما اعرفش هي عوامل نفسية بتنجانية برالنتية بليلية افهمها زي ما تفهمها افهمها زي ما تفهمها عايز اقول ان للمباراة الثالثة على التوالي يغيب السنائي الزمالكاوي عن المباراة فتوح وجمعة الاتنين اللي رئيس نادي الزمالك طلع وقال الاتنين بيتعاطوا حشيش وبعد كده برقهم المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عايزة الاتنين عايزاهم حيا او ميتا مطلوبين الاتنين مطلوبين عشان يعملوا التحاليل اتنين اول ما عارفوا ان ماتش كاس مصر فيه تحاليل تحليل اولا تحليل ياما او الله الاتنين تلعو برا القيبة لو ماتش بكرة مكانش فيه تحليل الاتنين كانوا دخلوا الماتش الاتنين كانوا دخلوا الماتش وهنا السؤال للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حضراتكم النهاردة مرت 3 ايام المهلة اللي انتوا ادتوها للاتنين لعيبة عملتوا ايه ايه الخطوة اللي بعد ان الاتنين متواجدوش في المباريات ولا بلغوكو عملتوا ايه اطلعوا لنا هل الاتنين خضعوا للاختبارات هل الاتنين هربانين من الاختبارات اطلعوا لنا لكن زي ما قلتلك العينة بينا عند اتنين لعيبة ما فهمش اي اصابات واحد منهم كان بيعمل سويت مبارح سويت هندساور واخد بالك بيعمل حلوة مشت واخد بالك بيشيل شعر جسمه بالليزر ده عبدالله جمع يعني مش مصاب الراجل زي الفل الراجل زي الفل بيعتني بنضافة بشرتو مجانش موجود في مادش بكرة لما راحش عمل المنشطات لكرة في ملعبكو انتو اللي تبرقو وانتو اللي تدينو اللى اتنين عايز أقول أن خالد الغندور كل عام وأنتم بخير خالد الغندور دائما ما يتشدد بحب الزمالك وقلنا الحب حرك فؤادك حيث شئت ما الحب إلا للفلوس الأول خالد الغندور هو كطبيعة البشر دائما يحب المال وده مش عيب خالد الغندور في ظل أزمة الزمالك المالية في ظل احتياج نادي الزمالك لناديك يناديك واتبرع ولو بجنيه خالد الغندور طلبناه أنه يتبرع براتب شهر أو شهرين لنادي الزمالك اللي لحم كتافه من خير نادي الزمالك ما حصلش خالد الغندور عقده انتهى مع قناة الزمالك خالد الغندور ما جالوش أي عروض برا قناة الزمالك خالد الغندور استمر الشهر ده برا العقد بتاعه هو هياخد مرتب على فكرة مش بشتغل ببلاج انتظارا لزيادة العقد بتاعه ان القناة ترجع لي شركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولكن ما حصلش خالد الغندور النهاردة نزل بوست قال فيه يا جمهور الزمالك العظيم عقدي انتهى مع قناة الزمالك 30 نوفمبر لم أجد التعاقدي حتى الآن لأمور خاصة بظهور شركة إعلام الزمالك رفضت الرحيل احتراما لجمهور الزمالك والمستشار مرتضى كملت بالعقد ومستمر لنهاية هذا الشهر وبعدها نحدد موقفي النهاري وبعدها نحدد موقفي النهاري ومروق عليه فلوس شهري عشان يقعد يضرب له أرقام ويقعد يقول زيزه وميزه وفيزه وغيزه طالع بيتكلم على فسخ عقد برونو سافيو فسخ عقد برونو سافيو هذا الهالفوت طالع يقول ان برونو سافيو متدايق من الناد الآلي وهدد دارة الناد الآلي ان لو ما خدش مستحقاته بتاعت آخر ثلاث شهور هيمشي من الناد الآلي وهيفسخ عقده من طرف واحد انا عايز اقول حاجة بس طبعا صالعة ده معروف انتماء وهو دايما بيتعامل تحت شعار العيبة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك بس بس لغرونو سافيو عنده أزمة ولبرونو سافيو هدد الأهلي ولبرونو سافيو عايز يفسخ عقده مع النادي الآلي ولكن زي ما قلت لك العيبة صالعة تلهيك واللي فيها وفنديها تجيبه فيك خلصت أخبارنا ما خلصتش حكايتنا هستنى كل ورقكم و تعالى هاتكم مكين شكرا ليما بسلام عليكم